مساء الخير يا أحلى ويا أعزى الأصدقاء اليوم في هذا الفيديو أريد أن أتكلم معكم فيما يخص التوقيت الشتوي بالألمانية يسمى Vinta Zeit غدا إن شاء الله أو بهذه الليلة سوف يبدأ التوقيت الشتوي ماذا يعني هذا بالنسبة لنا جميعاً يعني كل أنلاس التي تعيش في ألمانيا أو حتى في النمسا هذا يعني بأن الساعة سوف تتغير في ألمانيا بحيث اليوم ليلاً عندما سوف تصل الساعة إلى الثالثة ليلاً سوف تتغير وسوف ترجع من الثالثة يعني عندما تصل الساعة الثالثة لن تستمر وتذهب إلى الرابعة سوف ترجع مباشرة إلى الساعة الثالثة ليلاً لذلك أحبائي كي تعرفوا غداً يمكن أن ننام ساعة أطول إذن هذا يعني فهمتم علي التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي دائماً يعني الواحد كتحصل له لخبطة لخبطة في الدماء إذن أنتم كما يعني تعرفون أنه غداً إن شاء الله سوف تنقص ساعة يعني سوف تزداد ساعة تنقص ساعة أنا أطلق بط دائماً في التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي أنا أحب دائماً التوقيت الشتوي الذي يسمى بالفينتات سايد لأنه من خلاله الواحد يستطيع أن ينام ساعة أكتر أي بمعنى آخر عندما سوف تصل هذه الليلة الساعة إلى الثالثة ليلاً سوف تتغير ولن تذهب إلى الرابعة سوف ترجع إلى الثانية يعني سوف نعيش هذه الليلة مرتين الثانية الليلان أتمنى أن أكون قد شرحت الأمر الآن بطريقة مفهومة إن شاء الله أحببت فقط أن أخبركم بهذا الأمر خصوصاً إذا كنتم تشتغلون غداً فحاولوا أن تضبطوا الساعة كي لا تذهبوا مبكراً يعني ساعة قبل العمل أن تذهبوا إلى الشغل لأنه مثلاً الآن عندنا الآن الساعة الخامسة فإذا يعني هي مثل ما تقول بأنه غداً ستكون هذه الساعة هي الساعة السادسة أنا دخت دخت أحبائي المهم أحبائي غداً هو التوقيت الشتوي فينتات سايت يعني بإمكانكم أن تناموا ساعة إضافية تليفوناتكم والكمبيوتر سوف يصححها فينتات سايت أنا صراحةً كأدوخ أنا كجين الدوخة لكن متشوق لقراءة آرائكم حول موضوع التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي إذن غداً سوف تزيد لنا ساعة يعني سوف نكسب ساعة إضافية ساعة إضافية للنوم هذا يكفي إلى اللقاء أحبائي هل تحبون غداً أن أعمل لكم بت مباشر إن شاء الله اكتبوا لي بالأسفل هل تحبون بت مباشر لنرى كم شخص يريد بت مباشر ونعمل بت مباشر إن شاء الله شكراً لكم وإلى اللقاء وعلى السلامة